القيم الصحية وهي القيم التي تظهر ميل الفرد واهتمامه بالعدادات الصحية المتمثلة بعدادات النظافة كنظافة الثياب والجسم بمختلف أجزاءه وكذلك عداد إعداد الطعام وطرق تناوله وأوقات تناوله وكمية الطعام ونوعيته وما يسمى بالغذاء المتوازن بس كلياتنا بنعرف أن القيم الصحية يعني المرتبطة بصحتنا هلأ النظافة أكيد إحنا عارفين إنها شيء مرتبط بسلامة الصحة يعني مستحيل تلاقي إشيء مضيف ولا سمح الله وفيه أمراض فدائما نظافة الشخص أوعي ريحته صح؟ بتدلك إنه هذا الشخص هو عنده نظافة شخصية أو لا حتى الأكل والشرب بتلاقي فيه ناس مثلا بيأكلوا أي شيء وبأي وقت وما بيهمهم إشيء الغذاء متوازن صحي غير صحي مش مهم أي شيء شو ما إيجا بيأكلوا فاصفود من برة من البيت ما بيفرق معهم أي شيء بيأكل صح نين ثلاثة عشرة ما بيفرق معاه فبالتالي هون بتلاقي إنه فعليا صحة هذا الشخص تنعكس حسب هو وتصرفاته وقيمه الصحية إذا هو إنسان نظيف وصحي بيأكل أكل صحي معناته بتلاقي هيئته وجسمه صحي أما تلاقي مثلا عفوا ما بيحتم بنظافته أكله مطبيعي كله أشياء تخبيص بتلاقي برضو هذا الحقي يمبين على جسمه من خلال اتباع القواعد الصحية وعلى مبدأ قاعدة لا ضرر ولا ضرار هسا كل ياتنا يمثل مفروض متبعين هاي الحكمة إنه فعليا أنا لما باكل أو بنظف أو بعمل أو بسوي أي شيء متزن بحياتي لازم ما يكون لا ضرر ولا ضرار يعني لا إشي بضرني ولا أنا بضر حدا وما تشمله القيم الصحية قيام الفرد بممارسة مختلف أنات السلوك الصحية الوقائية وهي التي تأخذ طابع الصحي ويمكن اكتساب الفرد للقيم الصحية خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة وكذلك المناهج التعليمية التي تعلمها المدارس تعرفوا أنتوا في مادة التربية مهنية بعلموا الطلاب كيف يهتموا بالبيت كيف يهتموا بملابسهم كيف يهتموا بنظافتهم الشخصية غير طبعا أنه الأساس بتعليم النظافة والنظافة الشخصية الأسرة الأم تمام ووسائل الإعلام المختلفة التي تقوم بدور حيوي وهان في عملية التدخيف الصحي كلها نعرف أنهم بفترات معينة بيعملوا حملات مثلا للعناية بصحة الفم والأسنان فترات العناية بالنظافة الشخصية بيعلموا الأطفال أو بيعلموا الناس صغار السن من نشئتهم كيف يكونوا فعليا هم ناس عندهم قيم صحية وما يتميز به أفراد هذه القيم الصحية مثل حب النظافة ممارسة مختلف الأنماط السلوكية الصحية التي تحافظ على صحة وتقاوم المرض يعني مثلا ممكن يمارس الرياضة الاهتمام بتناول الغذاء الصحي المتوازن بتلاقي ما بيقبل يأكل بطريقة عشوائية أو بكميات كبيرة خلصنا القيم الصحية هسا نيجي على القيم الاجتماعية المتعلقة بالصحة هي التي تظهر ميل الفرد واهتمامه بالعداد الصحية المتمثلة بعداد النظافة مرة تانية ها هدا إعادة مس هاي صفحة معادة هاي هون النصف صفحة هاي معادة هدا كل هاي وعلى مبدأ لا ضرر ولا ضرر نيجي هون هاي معادة نيجي لهون مثال السيدة العقيم بعد تشخيصها بعدم قدرتها على الإنجاب تقوم بالاستعانة بوسائل أخرى شعبية لها قيمة اجتماعية مثل الحجاب حيث تدفع فيه الكثير المال الكثير وتحافظ عليه والذي الحجاب سوري وتحافظ عليه والذي لابد إلا أن يكتشف هذا الخداع يفارقها ليلا أو نهارا رغم أنه إلا بعض من قماش وورق ولا تكاد تتكلف شيئا ولكن قيمته الكبرى عندها تنبع من نفسها ومن اعتقادها أن هذا الحجاب سيحل مشكلتها ويمنحها الإنجاب التي تنتظرها وحرمت منها طويلا هون الفكرة لحجاب مش لحجاب اللي بنلف على الرأس الحجب بيسموها اللي بتعمل بتروح عفوان عن بعض العرفين وبعض الناس اللي هنه يدعوا أمور باطلة ها بقولك هذا حجاب البسيء أو حطيه بمكان بتصير تخلفي طبعا الضار النافع هو الله تعالى فبالتالي أي شيء زي هيك المفروض يعني العقل يدرك أنه هذا كله حكي مش صحيح وهو فعليا الحجاب عبارة عن شوء زي ما بقولك هي قطعة ورق أو قطعة قماش وملفوفة فبالتالي يعني شو قيمتها لا شيء لكن هي اعتقادها الداخلي أنه هاي الشغلة ممكن تنفعها أو تحللها ومشكلتها أعطى للحجاب قيمة بينما هو فعليا حقيقة لا قيمة له لا شك في أهمية الثقافة كمحدد لنمط سلوك المريض وكيفية التصرف حيئ حياله وعلاجه حتى أسلوب الشكوى منه وهنا يتضح دور التنشئة الثقافية التي تظهر في سلوك المريض في المجتمع باختلاف قطاعاته وبداخل المؤسس الصحية ويظهر ذلك من خلال الثقافات الريفية والبدوية والحضرية والقيم في بعض المجتمعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة بس إحنا لما بنحكي ثقافة صحة يعني كل ياتنا بنعرف أنك لما بدأت تفوت عبيت حدا للأصل تلاقي نظيف إذا بتفوت عبيت حدا عفواً والريحة طالعة ومش نظيف يعني انتقاد رح يسير أكيد ما رح ترجع تفوت عندهم مرة تانية وبالتالي فيه أشياء ماشي أوكي ممكن يكون فيه أطفال ممكن يكون الشخص بعده أو الأم مثلاً مشغولة مريضة صار عندها ظرف ما نظفت اليوم أوكي فيه حالات فيه أوضاع خاصة ما بننكر لكن الطابع العام مش معقول بيبين أنه هاي الفوضى وهذا الوسخ عفواً أو هاي الكركبة كركبت اليوم بس ولا هو عفواً يعني إهمال طويل الأمد للنظافة فبتلاقي دايماً أنه آه فيه طابع عام فيه سلوك فيه شغلة واضحة هذا الشخص عنده قيم صحية ولا لا العادات والتقاليد وعلاقتها بالصحة والمرض يتضح دور العادات والتقاليد السلبية في الصحة والمرض وما لهما من دور خطير في الأمراض والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي يا هلأ عادات كلها غلط بغلط يا ميس عادات الاستحمام في البرك المائية والمصارف الصحية بالمياه في الريف وما يرتبط بذلك من الإصابة بالأمراض التفيلية كالبلهارسيا لا احنا بمصر غالباً هذا المرض ظاهر لأنه عندهم زي ترع بيسموها ترع هي بركة مائية ترع بيسموها يكون ماء موجودة من فترة طويلة بيصير فيها نمو براسايتس كتيريامس بيصير فيها كائنات مايكروبات طفيليات بالذات البلهارسيا هاي معروفة فبتلاقي الأطفال بنزلوا بلعبوا فيها بطلعوا يومين ثلاثة ولا هم مريضين بالبلهارسيا عادات النظافة العامة ويتضح ذلك في إهمال الناس النظافة العامة ومن أمثل ذلك تعرض الأطعمة للذباب وأكل الخضروهات دون تنظيفها أو غسلها جيد مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعوية وأمراض العيون والجلدية كلنا بنعرف أنه لازم قبل ما ناكل خضر وفواكه نغسلها كلنا بنعرف أنه لازم يتغطى الأكل وما يكون فيه ذباب متجمع على الأكل إذا تجمع الذباب مفروض الذباب حامل لكثير من الجراثيم والأمراض فبالتالي أي شخص بتلاقيه تارك الأكل مكشوف أو عم يأكل أكل مكشوف عم يأكل خضر وفواكه بدون غسيل أكيد رح تلاقي عنده أمراض بالجهاز الهضمي أو بالأمعاء الاعتماد على القابلة المنزلية الداية اللي هي القابلة الغير قانونية في حالات الولادة وعدم الاعتماد على الأطباء إلا في الحالات المتعسرة الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل صحية لدى الأم وكذلك وجود بعض العهات لدى الأطفال الصغار مس أكيد الطبيب أو الطبيبة بتاعت الولادة اللي دارسة طب وفاهم كل المشاكل اللي ممكن تمر فيها الأم أو الجنين وتحلها مش زي الداية اللي يعني هي ما تبريدها مهارة وبتطبقها مش فاهمة شو أساسها ولا شو هي شو اللي بيصير علميا بجسم الأم أو مع الطفل فبتلاقي للأسف حالات الوفاء أو حالات التشوه أو المشاكل الصحية اللي بتنوجد عند الطفل كثير أعلى لما يصير التوليد عن طريق الداية مقارنة بالأطباء القيم تمتلك صفة الضدية وتمتاز بأنها ذات قطبين فهي تحمل أحد الصفات إما صفة الخير أو الشر الحق أو الباطل مما تجعل لها قطبا إيجابيا وقطبا سلبيا والقطب الإيجابي هو وحده الذي يشكل القيمة يمثل القطب السالب ما يمكن أن نسميه ضد القيمة أو عكس القيمة مس يعني إحنا دائما لما نقول هذا الشخص عنده قيم مبادئ معناته هذا إنسان محترم الترجمة إنه هذا إنسان محترم هذا إنسان لما بدي أتعامل معه أنا فاهم إنه مستحيل يعاكس المبادئ والقيام شو يعني القيم؟ يعني كل شيء إيجابي يعني صادق أمين ما بيلفش وبدور ما بيزورش حقائق فبالتالي هي كل شيء إيجابي لكن إذا حكينا الأشياء السلبية لا يمكن يكون الكذب قيمة عند الإنسان والله أنا قيمي إني أكذب مستحيل فدائما دائما بتلاقي الناس يا ميس هم نصين نص الخير ونص الشر الناس اللي عندها قيم ومبادئ أكيد أنت تعرف أنه هدول هم أهل الخير لأنه زي ما قلنا رح يكونوا هم أهل العدالة أهل الكرم أهل الحق أهل التسامح أهل العطاء أها هدول الناس اللي عندهم قيم فبالتالي هم أكيد مثال الخير وعلى العكس تماما الناس التانية اللي ما عندهم هاي القيم كلها الناس اللي قلنا طبيعهم الأساسي الأنانية صح؟ المصلحة الشخصية هدول بتلاقيهم دائما هم قطب الشر النص التاني نص الشر تمام؟ فأكيد أنت بتعرف وأنت بتتعامل معاهم أن هدول الناس لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق فبالتالي بتكون حذر جدا بالتعامل معاهم ومعروف أنه بالحياة بتلاقي هدول الناس سبحان الله إحنا منسميها بمجتمعنا زي شلالية أو أحزاب بتلاقي هدول مع بعض وهدول مع بعض ليه؟ لأنه مستحيل إذا أنت صاحب قيم ومبادئ وأخلاق عالية تقدر تماشي أو توافق الشخص اللي أنت عارف أنه كل تصرفاته وسلوكياته غلط بغلط ما بتتقبل عقلك لا يتقبل أما الشخص عفوا اللي قلنا عنه يعتبر ما عنده إنسانية وعنده أنانية مرتفعة ما عنده قيم ولا مبادئ تنظم سلوكياته رح تلاقيه هو بعارف أنه شخص سيء فبالتالي بقيم حرب ضد مين؟ ضد الإنسان السليم والإنسان صاحب القيم ومبادئ القيم المتعلمة أو المكتسبة من خلال البيئة وليست وراثية بمعنى أنه يتم تعلمها واكتسابها عن طريق مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة ولكل مرحلة عمرية قيمها الخاصة فالقيمة التي يتبنىها الفرد في مرحلة الطفولة قد تتغير في مرحلة المراهقة والشباب وليست نفس القيم لدى الراشدين بس إحنا منعرف أنه كلياتنا نكبر بالعمر تكبر معنا مفاهيمنا لأنه بنكون مرينا بتجارب أكتر فبالتالي الأشياء اللي كنا مثلا نعتبرها عادية وإحنا أطفال لما نصير مراهقين ممكن نصير حساسين منها تستوقفنا ولما نصير راشدين وكبار بالعمر بتصير بالنسبة لنا يمكن شيء عادي جدا لأنه الحياة علمتنا تجارب علمتنا فبالتالي كل عمر يامس ليش بيقول لك كل عمر إله تفكيره إله طريقة التعامل الخاصة فيه لأنه أكيد هو ما عنده الوعي الكامل اللي صار عنده الشخص الراشد لحتى أقدر أتعامل معابي كل وضوح كل شفافية لسه قيمه أصلا مبادئ الصح والغلط حكمه على الصح والغلط ما اكتملش نيجي هون للمعايير الاجتماعية تعد المعايير الاجتماعية إجراءات معينة تحدد شكل السلوك الصادر عن أعضاء الجماعة لتحقيق قيمة أو هدف ما تشير المعايير إلى مجموعة من التوقعات والمستويات والقواعد التي تنظم السلوك الإنساني وتشكله المعيار هو تكوين فرضي ومقياس وإطار فرضي للخبرة والإدراك للسلوك الاجتماعي إذن المعايير هي القاعدة أو القانون القانون الذي يحدد حاجات الأفراد بس إحنا ما عندنا أجهزة نقعد نقيس فيها كل إنسان شو قيمه مبادئه شو تصرفاته شو تفكيره شو الصح عنده شو الغلط عنده لكن في معايير يعني في قاعدة أنا بعرفها في قانون أنا بعرفه إنه هذا الشخص لو تصرف بالطريقة هاي قدامي معناته أنا لازم أحكم عليه حكم معين أشيله من حساباتي مثلا لأنه تصرف ضد قيمي ومبادئ إذن مفاهيم المعيار هو وضع قانون نابع من أفراد المجتمع مر في مرحلة من الاختبار ثم اكتسب صفة العموم وكل حضارة لها معاييرها الخاصة بها تتجدد في معجم العلوم الاجتماعية على أنها كلمة أجنبية مشتقة نورمز لقد جاءت كلمة معايير بمعنى قاعدة أو قانون ويبدو أن استعمالات هذا المصطلح تتفق نورمة من اللفظ اللاتيني قليلا أو كثيرا مع مضامين هذا الاشتقاء مثل ما بقول معايير مجتمع والله هيك طبع الناس بالمجتمع الفلاني هيك معاييرهم إذن بالتالي الأشياء الطبيعية عندهم الطبيعي يكونوا ناس كويسين الطبيعي يكونوا ناس بشوشين الطبيعي يكونوا ناس نشميين هذا الطبيعي فهذا المعيار اللي أنا بقيس على أساسه تعريف آخر المعيار هو النموذج الثاني للشيء وأحيانا يطلق المصطلح تايب أو مود على النموذج المتخذ أساسا لقياس المعيار على ما ينبغي أن يكون عليه السلوك العام والمواقف الجماعية بالنسبة للمشاعر السائدة في المجتمع وفي هذا المعنى يخطلت مفهوم المعيار لمفهوم القيم وهذا المعنى الأكثر شيوعاً وانتشاراً في مجالات استعمال المصطلح واستخدم المصطلح أيضاً للتعبير عن القدر الذي يسهم به الأفراد فيما يتوقعه المجتمع منهم أن ينجزه بصدد عمل معين مس الآن القيم كل فرد عنده قيمه ولكن لما بحكي عن مجتمع كامل بتلاقي في صفات مشتركة بين أغلب هذول الأفراد كقيمه يعني كلنا من الاجتماع قلنا سابقاً أنه الكذب صفة سيئة فبتالي الصدق هي قيمة يعني قيمة قيمة حميدة صح؟ آه لكن المعيار المعيار كلنا منعرف أنه للأسف فيه ناس بتكذب فيه ناس صادقة فاستل الصفتين الصفة القيمة وضد القيمة موجودين اثنيناتهم بس زي ما بيحكوا أنه الأغلبية تسود يعني أكيد إحنا عارفين أنه الصدق محمود فبتالي الأغلب مننا بيكون بده يكون صادق بالتعامل التقييم حسب المعيار هذا الشيء المطلوب لأنه مطابق واستخدم كذلك لتقييم اختيار الفرد لموقف ما من بين عدة ممكنات أو احتمالات ويفسر بعض المفكرين هذا الاختيار بالإطار الفردي الذاتي المرتكز على مبلغ سعي الفرد لإشباع غاياته مس يعني أنا باجي مش بقول لك أنا بدي أقيم الموقف طيب أنت لما بتيجي أنا مثلا بدي أقيم الموقف على حسب معاييري وقيمي أنا الشخصية بدي أجي أحكي مع فلانة تعالي يا فاطمة أنت شو رأيك بالموقف هي رح تقيم الموقف حسب معيارها الذاتي حسب تفكيرها وشو قيمها وشو مبادئها شو اللي بتقبله وشو اللي بترفضه فبالتالي ممكن تلاقي تقييمي للموقف يختلف عن تقييمها للموقف وصلت لأنه أنا ممكن أفسره على ترجمة دانية بس هي على ترجمة فاطمة وأكيد دائما على الأغلب الترجمة فيها فروق فردية حسب القيم وحسب التفكير زي ما قلنا سابقا فبالتالي يا مثلما بقول لك معايير أنا لما بقول لك أنا عندي معايير بقيسة على أساسها معناته هي الإشي اللي بتخليني أحكم عقلي وأحكم قراري على هذا الشيء إذن هي المحكمات التي يرجع إليها الحكم على السلوك الفردي حتى يكون سلوك اجتماعي مثالي ومقبول من الجماعة دون رفض أو اعتراض لذلك تحدد المعايير الاجتماعية كل ما يجب أن يكون أو لا يكون في سلوك أفراد الجماعة إذن لما بقول هاي معايير مجتمع أنا بفهم أنه هذا المجتمع معناته يقبل واحد اثنين ثلاثة ويرفض واحد اثنين ثلاثة العكسهم المعيار الاجتماعي هو من قياس يتقاسمه أعضاء الجماعة ويحدد سلوكهم وعليهم أن يلتزموا به في المواقف الاجتماعية يعني كما أنه يعتبر إطار مرجعي مشترك ينبع من التفاعل بين أفراد الجماعة يعني كلنا منعرف لما نقول فيه جاهة لفلان والقرايبه وعزبته وناسه والرجال اللي بالعيلة بدهم يجوا يحضروا معه هاي الجاهة صح؟ إذن كجماعة متفقين على أنه معيار الجاهة معيار أساسي في الزواج كقيم إلنا كمعيار كدلالة لاحترام الطرفين لبعض والنسب الجديد مثلا صح؟ أيضا مفهوم المعايير الاجتماعية يتضمن ما يقبله المجتمع من قواعد وعادات وقيم واتجاهاته كما يتسع هذا المفهوم ليجتمل جميع الاتجاهات والقيم والعدات التي تصطلح عليها الثقافة بالإضافة إلى اجتمالها على نتائج تفاعل الجماعة في الماضي والحاضر يعني مس كلياتنا نتفق على الأشياء الحلوة والصح ونعملها ونطور بحياتنا وبالتالي كجماعات بتلاقينا دايما نتمنى الأشياء اللي بتضيف لقيمة حياتنا أشياء كويسة واجتمالها أيضا على التعليم الدينية والمعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية والأحكام القانونية واللوائح والعدات والتقاليل يعني أنا لما بحط معيار أو معايير لمجتمع معين أكيد بحترم أو بجمع أو باخد به اعتبار كل هاي الأشياء مع بعض الدين والأخلاق والمجتمع اللي أنا عايش فيه والقوانين اللي بتحكم هذا البلد اللي أنا قاعد فيها والعدات والتقاليد المقبولة فيه أو المتبعة في هذا البلد كمان بكلنا هي مختلف السلوكيات التي يقوم بها الفرد لأنه ينتمي إلى جماعة معينة وهي ما يميز المجتمع وتعرف أيضا على أنها مجموعة المعيار ومفهوم المقياس إذ يمكن تحديد في علم الاجتماع أصله قاعدة أو المعيار والمجتمع بمعنى أذاك هو الذي يحدد سلوكيات الأفراد بس كلياتنا منعرف أن تصرفاتنا و سلوكياتنا حسب المعايير المسموحة إلنا فيها بهذا المجتمع تمام؟ والمعايير الاجتماعي والمعايير الاجتماعي قلت لكم تنبثق من الدين والأخلاق والقوانين كل شيء مع بعضه إحنا بنحترمه بنتصرف فيه و بنعكسه على حياتنا داخل الجماعة والقواعد التي تضبط المباح من غير المباح وهو موجود في كل المجتمعات وهو أساس تنظيم الصواب من الغطأ الاجتماعي فمثلا الزواج معيار يحدد العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة في علاقات المجتمع غير أن كل مجتمع ينظر إليه حسب مرجعيته العقائدية يعني إحنا عنا معروف كيف الزواج بيصير عنا لكن عند الأجانب مثلا بتلاقي عندهم ترتيب أو مجريات الزواج تختلف والمعايير الاجتماعية تحدد ما هو صائب و ما هو خطأ ما هو جائز و ما هو غير جائز و ما يجب أن يكون و ما يجب أن لا يكون في سلوك الجماعة والفرد يتعلم المعايير الاجتماعية من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والمعايير الاجتماعية ما هي إلى محددات أساسية للسلوك تتوافق مع ما يقبله المجتمع من عداد وقواعد وقيم واتجاهات عم بقرأ بسرعة لأنه نفس الكلام معاد مس كلياتنا برمجين نتصرف و سلوكنا يكون حسب معايير المجتمع وحسب ما إحنا نشأنا وتربينا كلياتنا دائما نحاول نعمل الصح ونبعد عن الغلاط كلياتنا نحاول نتبع القانون وما نخالفش القانون كلياتنا نحاول نلتزم بالعداد والتقاليد ونكون صحاب واجب مش إنه إحنا مثلاً لا مش صحاب واجب وصلت فقولنا هاي المعايير تختلف باختلاف الثقافات والجماعات وكلياتنا بنعرف إنه إحنا هون بالمجتمع الأردني مثلاً نتصرف بطريقة معينة لأنه هاد مقبول وهاد غير مقبول ممكن لما تروح على مجتمع تاني تلاقي قوانين الدولة مختلفة مثلاً بتلاقي قوانين مثلاً أقولكم شيء ما له دخل مثلاً قوانين الاسواقة تحت السيارات تلاقيها مختلفة فبالتالي أنت بتتبع القوانين لأنه هون ممكن أنت تصف بأي مكان سيارتك هناك في أماكن اصطفاف معينة فبدك تمشي حسب المعايير الاجتماعية أنواع المعايير الاجتماعية بقلنا هي معايير خاصة بالأشياء المادية الأشياء المادية معايير خاصة بأفراد الجماعة معايير خاصة بالجماعات الأخرى تمام؟ معايير خاصة بالمؤسسات الاجتماعية فدول أربع عنواع من المعايير يمس بقلنا المعايير الخاصة بالأشياء المادية نقرأ بعدين نشرح لا يستطيع أفراد أي جماعة إهمال الأشياء الموجودة في بيئتهم فهم يعتمدون عليها أثناء تفاعلهم وكلما كان الاعتماد كبيرا كان تكوين الجماعة لهذه المعايير ضروريا وأكيدا ففي البيئة الصحراوية تعتبر الجمال العنصر المهم فيها إذ عليها يعتمدون في مختلف جوانب حياتهم فيكوينون المعايير والمعايير المشتركة حولها لأنها تويسر لهم سبل التعامل شو يعني؟ يعني أنا لما بقول لك أنا عايش في بيئة صحراوية فبالتالي هدول الناس كلهم فاهمين أنه هذا البلد لأنه بيئة صحراوية ممكن يكون عندنا مشاكل بالمي مثلا حر كتير وشوب كتير صح؟ فبالتالي يتفاعلوا مع بعض ويعيشوا بهذا المكان بطريقة تسهل عليهم حياتهم بأنهم يهونوا الحياة على بعض يتعاونوا مع بعض بأنهم يطلعوا ببيئتهم بأجمل صورة تمام؟ وأفضل نوعية حياة المعايير الخاصة بأفراد الجماعة تتكون معايير نحو الأفراد الآخرين في الجماعة من خلال الاشتراك بالنشاطات والتعاون والتكامل فكل فرد في الجماعة هو شيء مهم بالنسبة للآخرين وتتكون المعايير بالمعاني المشتركة عن طريق الوظائف التي يحتلها أفراد الجماعة وما يترتب عليها يعني إحنا كلياتنا منتعامل مع بعض سواء بالشغل ولا بالمولات ولا بالسوق ولا وينما كان كل فرد له دوره بهاي الحياة فبالتالي كلنا منكمل بعض وكلنا منشتغل مع بعض وكلنا يعني من نخدم بعض بحاجات بعض فبالتالي هاي كلنا منعرف إنه مثلا لا ما حدا بشتغل بأي مكان يقل أهمية عن شغل فلان يعني فلان والله أهم من فلان ما فيه العمل تكاملي طبيعة العمل أو طبيعة الدنيا هاي مستكاملية كل واحد فينا مهم في مكانه عشان تكمل منظومة الحياة للجميع المعايير الخاصة بالجماعات الأخرى تتكون المعايير أيضا بالنسبة لجماعات وتكتسب لديهم معنى واحدا يمكنهم أن يتعاملوا على أساسه فجماعة البيض في أمريكا ينظرون إلى الزنوج كجماعة أخرى يعني هم كلهم أمريكيين لكن بتعرف إنه فيه عنصرية اللي هو إن هدول بيض وهدول زنوج ويكونون معاني مشتركة تعلق بهم وذلك من خلال تفاعلهم وتعاملهم مع جماعة الزنوج وهكذا تصبح الجماعة ومعاييرها الاجتماعية هي الأطار المرجعي الأساسي الذي يقوم عليه بناء الجماعات طبعا هذا الشيء نعرف وكلها المعايير الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية في كل مجتمع يوجد عدد من النشاطات المعينة المهمة بالنسبة للصالح العام المشترك وترتبط هذه النشاطات بمواجهة المشاكل المختلفة في حياة الجماعة من عمل وزواج وتربية أطفال والوصول إلى حلول مناسبة لهذه المشاكل وبذلك يصلون إلى معايير محددة يرتبط بها شعور مشترك نتيجة الاستلوك المشترك نحوها ولكي يتحقق المجتمع من تنفيذ هذه الأنشطة والتزام الأفراد بها يفرط قوانين لبقاء القيم الأساسية التي ترتكس حولها هذه المؤسسات تصبح هذه المؤسسات الاجتماعية أطوراً مرجعية لا يمكن تخلص منها بالنسبة لجميع أفراد المجتمع يعني إحنا دائماً للأسف مرات بتشوفها بالسوشال ميديا في ناس بتسمم أفكار الشباب اللي هو بقول لك الزواج مؤسسة فاشلة المسئولية الأطفال إشي مزعج أبصر شو للأسف هاي أشياء كلياتها متسوسة علينا الأصل إنه مؤسسة الزواج أو الأسرة أو الأطفال أو تحمل المسئولية هاي كلياتها أشياء أساسية من قيمنا لازم نحافظ عليهم لازم نؤدي واجبنا اتجاههم على أكمل وجه لازم نعرف إنه هدول أمانة عنا وبالتالي يعني نحافظ عليهم لكن ظهروا أو ظهرت بعض فئات من المجتمع للأسف ممكن بتلاقي الأب أو الأم يسيئوا إلى أطفالهم صح؟ أو يسيئوا إلى كبار العمر الأم والأب فهون بتلاقي إنه المعايير صارت تختلف لكن لا يصح إلا الصحيح فالأصل إنه نرجع لعاداتنا وقيمنا فيهم العوامل التي تحدد قوة معايير الجماعة ومدى الالتزام بها ومسايرتها يعني هاي القيمة موجودة لكن في بعض الأشخاص قدت لكم للأسف الغير سويين بتلاقيهم بلشوا يشوهوا هاي القيم وبلشوا يعادوا هاي القيم وبلشوا يحكوا بطريقة إنه هاي القيمة إشي سيئ عشان يخربوا أخلاق الناس أو يخربوا معايير المجتمع فبالتالي كل ما أنت كنت إنساني موضوعي ومنطقي وعقلاني كل ما أنت راح تكون قادر على إنك تحكم النوع فهذا الحكي اللي عم بصير غلط وأنا لازم أحمي حالي وبالعكس كلامهم ما لازم يأثر فيه ولازم أضل ملتزم بالقيم تعتي ويحافظ عليها إذن واحد تماسك الجماعة وجاذبيتها لأعضائها فكلما كانت الجماعة متماسكة وكانت جاذبيتها كبيرة لأعضائها كان الالتزام والمسايرة لمعايير الجماعة كبيرة يعني زي ما قلنا المفروض الكل يكون عنده وعي حتى لو قام أي أحد بي بده يخرب هاي القيم أو بده يخرب هذا المجتمع طول ما إحنا كمجتمع ملتزمين ومتمسكين ما رح حدا يقدر يخربها زيادة عدد مرات التعرض لمعايير الجماعة كلما كانت عدد مرات التعرض للمعايير الاجتماعية زائدا سهل ذلك أو سهل ذلك معرفة المعايير وسهل الالتزام بها ومسايرتها خلص إيش إحنا متعودين عليه كل يوم بيصير كل يوم بيصير أو كل يومين ثلاثة بيصير خلص فإحنا أكيد رح نصير إيش متعودين على هذا الإشي كقيمنا ما فيش أي رفض ما فيش أي خليني أقول يعني بفكرش خلص هذا الإشي طبيعي هيك بيصير لكن لما تكون الأشياء بتحصل كل فترة وفترة كل بين وين وين وبتلاقي ساعتها لا إنه ممكن يستوقف الموضوع الشخص ويخلي إيش يتراجع وضوح المعايير الاجتماعية كلما كانت المعايير أكثر وضوحا لدى أعضاء الجماعة كلما زاد الالتزام بها ومسايرتها وعادة يكون سبب الوضوح من خلال تماسك الجماعة وتجانس أفرادها وكثرة الاتصال بين هؤلاء الأفراد مرات بتكون أنت يعني أو أنت بتكوني مش فاهمة مش حاسة هذا الإشي مهم زي ما الأم والأب معطينه قيمة فلما بتقعد مع الوالد أو بتقعد مع الوالد أو بتوضح لك الصورة كاملة بيصيري فاهمة فعليا أنه آش وأهمية هذا المبدأ أو هاي القيمة لحظة شوي بس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 جماعة الأغلبية كلما كانت الأغلبية تجمع على معايير معينة ذات الثقة الفرد في رأيها الأغلبية وبالتالي ينحاز إلى رأيها ومن ثم يتبنى هذه المعايير ويلتزم بها نيجي هون ضغوط الجماعة على المخالفين لمعاييرها يعني كيف الناس بتضغط عليك أنك تغير وتحرف عن الطريق مرات تتمثل ضغوطات الجماعة على المخالفين للمعايير باتباع عدة أساليب كالاستنكار وعدم الاختيار لهم في الانتخابات المقاطعة العزل الاجتماعي أهمية العمل الذي تقوم به الجماعة فإذا كان للعمل أهمية كما كان ذلك واضح للعضاء ثم زاد الالتزام والمسايرة لهذه المعايير صغر سن الجماعة مستوى تعليم أفراد الجماعة اتباع أسلوب الثواب لمن يلتزم ويساير هذه المعايير بكذلك اتباع أسلوب العقاب والتسلطية والاستبداد لغير الملتزمين لهذه المعايير من أعضاء الجماعة في ضوء هذا تعتبر المعايير الاجتماعية سنناً عامة تدفع الأفراد إلى التوائم سواء عند القيام بالأفعال البسيطة أو عند إصدار الأحكام الأخلاقية المعقدة لأنهم استوعبوا هذه السنن العامة أو قبلوها ووافقوا عليها ومن ثم فإن المعايير الاجتماعية تزيد من وحدة الجماعة وتماسكها وترابطها وخلق نوع قوي من التوازن وتزيد من وحدة الجماعة وتحافظ على الثقافة واستلوك العام في مجتمعه إن كلمة معيار في الوقت الحاضر تستخدم كمصطلح عام يستوعب القوانين والعراف والقيم ولو أن اعتبار الفعل معياراً أو معيارياً معناه بالتأكيد أنه يتوائم مع توقعات المجتمع ميس هذا كل ياته واضح جداً يعني حتى ما فيش داعي أني أشرحه يعني كله بعيد نفسه الكلام بعيد نفسه لأ بيظل هاي الجزئية الأخيرة بشرحها إن شاء الله بجزء ثالث إن شاء الله ميس في حد عنده أي سؤال؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر